اشتركوا في القناة من شأنها أن تساهم في زيادة التقوى لدى الفرد المسلم جعل ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقوقا على أمته من هذه الحقوق وأعظم هذه الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم أي التصديق بنبوته والتصديق برسالته فقال سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير من حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه ليس في يوم واحد في السنة وإنما طاعته واتباعه في طوال العام بل في جميع أجزاء الحياة ربي سبحانه وتعالى يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الأمر بطاعته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون بل قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى أنزل ربنا تبارك وتعالى آية عظيمة وهي آية الامتحان يمتحم بها من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه فقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم طاعته صلى الله عليه وسلم ومحبته حق من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته محبته ومحبة شرعه الذي نزل عليه من ربه تبارك وتعالى لذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر